السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استبدال الأمح بمكون أخر في الخبز المدعم وزير يكشف التفاصيل لايكم وطبع عشان يوصلوكم كل جديد مع السعي الدائم للدولة في أنها توصل كل شيء مدعم في الدولة لمستحقينه فقط كشف وزير التموين السابق الآتي وهو شروط الحصول على الخبز المدعم وقال الوزير التموين السابق في حواره قال إن في دول زي أمريكا اللاتينية وببرازيل بتشترط إن الزوجة هي اللي يكون مسؤولة عن الانفاق لإن هي الأكتر تدبير وأكد وزير التموين السابق إنه فيه شروط للحصول على الدعم وأكد إنه الخمور والسجاير من ربع مستحيلات إنها تحصل على دعم من الدولة ودي لازم تكون بالكامل خارج دعم الدولة ولما تسأل عن خلط الدرة بالأمح في عمل الخبز المدعم قال إنهم جربوا التجربة دي بالفعل من فترة وفشلت فشل زريع لإن كل المخابز اللي موجودة عندنا في مصر مجهزة إنها تطحن الأمح ومش مجهزة أبدا لطحن الدرة لكن اقترح إن من الممكن إن إحنا نطحن الشعير مع الأمح لإنتاج الخبز وإن ممكن فكرة زي دي تتطبق وبكده نكون وصلنا نهاية الخبر والسلام عليكم ورحمة الله